إلى أنقرة وبغداد انتقدت أنقرة ما وصفته بتجاهل بغداد وجود عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني على أراضيها وقالت إنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها قالت أيضا الخارجية التركية إن مسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد عناصر التنظيم الذي تصنفه أنقرة إرهابيا تقع على عاتق السلطات العراقية بالدرجة الأولى ودعت الخارجية التركية في بلاغ بغداد دعتها إلى عدم اتخاذ معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب والكفع عن توجيه اتهامات غير صحيحة إلى تركيا معربة عن استعدادها للتعاون في هذا الإطار الجوزر الخارجية الكويتي أحمد الناصر اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين جدد خلاله تأكيد دعم دولة الكويت لسيادة العراق وسلامة أراضيه وأكد الناصر خلال الاتصال وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره مع إدانتها أي اعتداءات خارجية وجدد الناصر تأكيده رفض الكويت للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية حسب تعبيره ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبدالجبر أهلا بك شفيق إذن تحركات وزارة الخارجية العراقية تصب مع نظرائها العرب ولكن ما هي ردودها تجاه بيان وزارة الخارجية التركية والتي دعتها بعدم اتخاذ معايير مزدوجة وبعدم التعاون مع الأمن القومي التركي نعم سبا طبعا قبل قليل صدر عن وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى سلسلة اتصالات مع نظرائه العرب وبدأها بالاتصال بالأمين العام لجامعة الدول العربية ومن ثم الاتصال بوزير الخارجية المصري وثم السعودي والكويتي والأردني في محاولة عراقية للتمهيد بالخروج بكلمة عربية واحدة وتحشيد الدول العربية على الوقوف مع العراق وسيادة العراق باعتبار أن الجانب التركي قد خرق السيادة العراقية بمحاولات القصف المستمر ومطالب العراق لأكثر من مرة هذه المرة الثالثة التي طالب فيها العراق بكف الجانب التركي عن القصف أو التدخل العسكري في شمال العراق لكن أن الجانب التركي مستمر في هذا المجال على ما يبدو أن هناك أو العراق سيسلك القنوات الدبلوماسية ويكثف من دعواته لشقائه العرب ومن ثم التوجه إلى مجلس الأمن لإرسال شكوى بخصوص القصف التركي أما على الصعيد الحكومي فقد اجتمع رئيس الوزراء باعتباره القادر عن القوات المسلحة بمجلس الأمن الوطني وخرج مصطفى الكاظمي بعدة مقرارات من بينها وأهم هذه القرارات هي التأكيد على أن الجانب التركي قد خرق السيادة العراقية وأن السيادة العراقية يجب أن تحفظ هذا من الجهة أما الجهة الثانية وهو العمليات المشتركة العراقية أصدرت بيانا قالت فيه أن السيادة العراقية خط أحمر ولا يجوز خرقها وأن العراق ليس لقمة سائغة بحسب وصف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي شكرا لك جزيلا من بغداد مراسلنا شفيق عبدالجبار شكرا لك شكرا لك